درهم وقاية خير من قنطار علاج هذا نداء التحذير قبل أن يسوء المصير وإليك وأنت تشاهد بلادك مكلومة بأوبئة متراكمة حتى باتت الأرواح مفارقة دون وداع الحم نزفية وكوليرا يضربان فوق ضربة كورونا وكورونا الذي ما زال في دائرة الخطر لا يمكن مواجهته إلا بسلاح الوعي والوعي عنوان تلقي لقاحات كورونا وفي العراق لم يتلقح العراقيون بنسبة أكثر من 25% أي أن قرابة 10 ملايين نسمة تلقت اللقاح فيما يحاصر 30 مليون نسمة بخطر الفيروس التجي وهنا لا تقع المسؤولية في رقاب المسؤولين فحسب بل إن تحذير الصحة من الدخول في موجة خامسة مسؤولية تقع في رقبة كل مواطن واللقاح لا ينقذ روحك فحسب بل إن البلاد التي تعاني مر الوباء ومرارة الاقتصاد ومرارة الأمن تحتاج إلى أن تكون واعيا بلقاح فوري ينقذك وينقذ عراقك ومع توفير لقاحات متعددة لمواجهة الفيروس التجي ومتحوراته فإن جميع الكوادر الصحية ومراكزها في بلاد الرافدين مفتوحة أمام جميع المواطنين رسالة عاجلة لكل أب وأم لكل شاب وشابة لحماية أنفسهم من خطر مرض تحذر منه الصحة العالمية مؤخرا سيما مع مخاوف مؤكدة من أن ينتج الفيروس التجي متحورات جديدة أكثر خطرا من سابقاتها تخطت الإصابات مؤخرا بحسب إحصائية وزارة الصحة حاجز الألف مع تسجيل وفتين ما ينذر بأن الخطر باق ولا يمكن محاربته إلا باللقاحات للكبير والصغير لحماية روحك لحماية محبيك لحماية وطنك حيث الأوبئة والعواصف الترابية التي تساعد على انتشار كورونا بعاصفة عدوى جديدة وإيقافها يبدأ بك فسارع بالتلقيح قبل أن تخسر عزيزا أو تفقد قريبا أي قبل فوات الأوان